تتحدثون عن أخلاق الغرب ونسئتم أن تتحدثوا عن أخلاقكم ثم أن المرأة الغير محجبة أكثر حشمة والتزام من المحجبة وأغلب النساء التي يرتدينا الحجاب أساسا دون اقتناع لأنه نجبرنا عليه أو لأنه أصبح عادة هذا كان تعليق صحفية أمريكية من أصول عربية على الحلقة الأخيرة التي تحدثنا بها عن الحجاب هي مسلمة بالمناسبة ثم تكمل قائلة أنا مقتنع بالحجاب ولكنني لا أستطيع ارتداءه نحتاج أطباء نفسيين ليقنعونا به ثم تطلب أن نبحث عن أخصائيين نفسيين ليساعدون في إقناع الفتاة المقتنعة بالحجاب الغير مقتنعة باليبس حتى تلبسه بقناعة مثلا أنا أحب الصلاة ومقتنع بها ولكنني كسول لا أصلي لماذا؟ لا أعلم أريد طبيب نفسي ليقنعني حتى ألا أتكاسل عنها كمية التناقض التي سمعتها قبل قليل من تلك الصحفية تجعلنا أن أترك موضوع الحجاب أساسا ونركز على موضوع أهم ما معنى أن تكون مسلمة؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط أيضا لا أتبع أهوائي والشيطان وأطبق ما أمرنا الله به من عبادات عبادات أمرك بها كالحجاب مثلا فأنت باختصار تتكاسل عن عبادة ما كالحجاب مثلا بسبب اتباع هواكي والشيطان الذي يبرر لك هذا الفعل بأمور كثيرة آخرها أنك تحتاجين طبيب نفسي ليقنعك بالحجاب ولكنك لا تحتاجين طبيب نفسي تحتاجين فقط أن تفهم الصورة كاملة أن تفهم لماذا خلقنا على الأرض لماذا أنت مسلمة أن تفهم أنك كسولة أو تتبع هواكي كثيرا يقض وقت الفجر ويتوضى بماء بارد ليصلي الفجر وما الذي يجعل الله عز وجل يخلق الجنة والنار الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهوائهم أما بالنسبة لفكرة أن المرأة الغير محجبة هي أكثر حشمة من المحجبة إذا كانت تعاملاتها مع غيرها باحترام كما نسمع كثيرا هذه الأيام كلمة الحشمة أساسا يختلف معناها حسب من يشرحها لك فإذا كنت في الهند مثلا تجد أن الحشمة هناك أن ترتدي المرأة الساري الذي يظهر بطنها وإذا كنت في الولايات المتحدة الأمريكية تجد أن ارتداء التنانير القصيرة للنساء يعتبر أمر رائج لديهم هناك أمر عادي وهو من أنواع الحشمة يعني وفي بلاد العربية مع الأسف تجد أن ارتداء البنطال بدون غطاء للرأس أيضا يكون به نوع من الحشمة فعندما تقول أن الغير محجبة أكثر حشمة من المحجبة هذا رأيك فقط الذي يعبر بطريقة غير مباشرة عن محيطك وأين تعلمت معنى الحشمة فمثلا في بعض غابات إفريقيا لا ترتدي بعض القبائل أي ملابس يعني الرجال والنساء عراء هل يعني ذلك أنهم محتشمين ثم من هنا جاءت ما قولت أن الملابس ليست دليلا على أخلاقي وبالتالي الحجاب ليست دليلا على حشمتي وهذا بالضبط ما يخبرك إياه من يدعون لتحرير المرأة الملابس ليست لها وظيفة أخلاقية الملابس لا تعبر عن أخلاقي وبالتالي الحجاب وفق رأيهم ليست دليلا على الأخلاق وبسبب هذا المفهوم أيضا حتى الراقصات أصبحت تقول أن عرضي لمفاتني وإظهاري لها بالرقص لا يعبر عن أخلاقي هذا عمل وفن استعراضي أما عن أفريقيا وأنهم لا يلبسون الملابس في بعض الغابات وهذا شيء عندي بالنسبة لهم أنا صراحة لا أفضل حياة الحيوانات يعني لا أعلم عن من يفضلها لو تمعنت في قصة آدم وحوى عليهما السلام أول ما أعصي الله كان العقاب أن جردهم الله من ملابسهما أي أذهب الحشمة عنهما ووقتها بدأ يغطيان عوراتهما بورق الجنة فإذا كنت تعتقد أن الملابس ليست دليلا عن الحشمة أو الأخلاق فلماذا أبواك من قبل آدم وحوى بدأ يغطيان عوراتهما بورق الجنة أو اسأل نفسك لماذا المحجبة تستميد في الدفاع عن حجابها مع أنه لا يأمرها بذلك أي رجل هي فقط تخاف من الله عز وجل وتطبق أوامره لأنها ترغب بالجنة كما حدث في الهند خرج مدير إحدى الجامعات بشحمه ولاحمه ليغلق باب الجامعة في وجه كل فتاة محجبة ودافعنا الفتيات وقتها عن حجابهن هذا الدفاع وصل لحد يقتن ويشردن أو حتى يتم استباحتهم وهذا ما يعطي الأقلية المسلمة في الهند الآن اسأل نفسك ما الذي يجبرهم على البقاء المسلمين هناك ما الذي يجبرهم على التمسك بالحجاب ومظاهر المرأة المسلمة فأنت وقتها من تحتاج طبيب نفسي ليقنعك كيف تكون مسلما فالحجاب دافع للحياة غير عائق لها هي فرض من الله عز وجل تقول المفكرة روزماري هاو إن المرأة المسلمة معززة مكرمة في كافة نواحي الحياة عكس المرأة الغربية ولكنها اليوم مخدوعة ببريق الحضارة الغربية الزائف تخيل أن مجلس الشيوخ الفرنسي يسمح للفتيات بموارسة الجنس في عمر الثالث عشر ولكنه لا يسمح للفتيات بارتداء الحجاب في عمر الثالث عشر لأنهن قاصرات أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر كانت خطة العدو في هدم المجتمع هي المرأة المسلمة فقال فانون إن المنهجية التي تعامل بها الاحتلال الفرنسي لهدم بيئة المجتمع الجزائري كانت ترتكز على هزيمة النساء وذلك بأن يذهبوا إلى حيث يختبئن وراء الحجاب وهذه أيضا طريقة السيطرة على الشعوب الآن بهدم أخلاق بناتنا وأخواتنا ولا تعتقد أن الأمر بعيد عن أهل بيتك إذهب الآن إلى هاتف أختك الصغيرة وافتح تطبيق اليوتيوب لآخر ما شاهدته في اليوتيوب ستجد أنها من المؤكد تتابع مؤثرات عربيات إذا أردنا أن يحتشم لبسنا قميص نوم نعم لا أكاد أبالغ ذلك اليوم قفز أمامي مقطع لإحداهن تحتفل بعيد ميلادها فسطانها قميص نوم ومن يشاهد هؤلاء من أخواتنا وبناتنا يقتدي لا وعيا بأخلاقهم وتصرفاتهم يا أخي أنا لا أرى في الشارع عريك الذي أراه من المؤثرات العربيات على مواقع التواصل الاجتماع عن أي غسيل فكري نتكلم يعني هم يلبزون ويتبرجون ليس نفتاح لديهم بل لغباء طبعا يعني لأن من يتحكم بهم من منصات تواصل تعمل على رفع كل سافل سافل متدني باللغة العربية إيش لح تنجح هذا شعرهم أعتذر عن التشبيه ولكن هذا واقع طبعا هيك عن الأفلام والمسلسلات والإعلانات وأفلام الكرتون والروايات التي تظهر دائما البطلة باللبس الأوروبي المتحرر وهذا ما يتربى عليها أطفالنا وندهش عندما نجد أخواتنا الصغيرات أو بناتنا ينفرنا من الحجاب وعندما يكبرن يحتاجن طبيب ليعلمهم كيف يكون مسلمات قبل أن يعلمهم الحجاب أساسا الغرب يعني لو ركزت معه تجد أنهم هم من يحاولون الاقتداء بنا في مبادئنا وتعاليمنا ولكنهم لا يعترفون بذلك مثلا ذلك اليوم سنة قانون في اليابان يمنع زواج المرأة المطلقة إلا بعد مئة يوم من طلاقها ومنع الاختلاط الأنساء هل يذكرك هذا الأمر بتعليم إسلام معين؟ وحتى البلوك العالمية تعمل على تخفيض سعر الفائدة أي الربع حتى يزهر اقتصاد وهل يذكرك هذا بتعاليم الإسلام الاقتصادية؟ وأمور كثيرة لسنا بصدد التحدث عنها فكر أننا أمة أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا غيره أذلنا وكما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا في النهاية شاركني برايك في مكان التعليقات وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به ودبتم في أمان الله